مش هيحصل إن شاء الله لكن موضوع تاني بقى غير الكابتن هاني سعيد موضوع يعني ده بقى استفز كل جمهير النادي الأهلي وتحديدا يعني ما كانش مفهوم أصلا ليه فتح الملف يعني احنا مش في شهر أغسطس احنا ما عندناش إصابة سقوط لعب في أرض الملعب فبالتالي بقى فيه إن احنا نفتح الملف ده فندور على إصابات الملعب أو إصابات الإغماء أو مشابه الحكاية باختصار إن النادي الأهلي خد بطول الدورة أبطال أفريقيا وكعادة النادي الأهلي مع البطلات الكبيرة ما بينساش أحد أخلص أبنائه هو الكابتن محمد عبوهاب اللي كان دايما على الوعد مع النادي الأهلي فظل النادي الأهلي وجماهيره على الوعد معاه وزيارة مدير الكرة مثلا على النادي الأهلي وكابتن الفريق الكابتن محمد الشناوي وكبار اللاعبين كابتن سعد سمير وكابتن أيمن أشرف لزيارة لأسرة كابتن محمد عبوهاب وولدة الكابتن محمد عبوهاب رحمة الله عليه أعتقد الصورة دي هي المبرر الوحيد اللي دفع الكابتن خالي الغندور يستعين بخبير تغزية أو دكتور تغزية ويتحدث عن إصابة أو وفاة أو أسباب وفاة الكابتن محمد عبدالوهاب فانتقدته جمهيري النادي الأهلي فكان له تعقيب على انتقاد جمهيري النادي الأهلي نشوف تعقيبه عشان نرجع نشوف هل بالفعل كان منطقي أنه يقولي الكلام ده مع الطبيب أو خبير التغزية اللي كان جايبه نشوف تعقيب الأول الكابتن خالي الغندور حتى يعني حتى كلامي على فكرة أن يوم وفاة محمد عبدالوهاب كان بيعمل أغنية للكابتن سعد عبو حفيز وماتش اعتزاله وكان التدريب الساعة 9 الصبح ده كلام كابتن سعد عبو حفيز مش كلامي وأنا ببنبش في الماضي ولا بتكلم فيها دي حاجة عفوية بنتكلم فيها عشان نحذر من اللي جاي وإن الأندية لازم تعمل كشف طبي كامل وده حاجة عادية جدا جدا لكن الدكتور شيف العظم بيقول لي خالد قلت له أيها دكتور قال لي وانا بتشتم ليه قلت له ايه اللي حصل يا دكتور قال لي الناس بتشتمني كتير عشان اتكلمت على محمد عبدالوهاب وانا قلت حاجة غلط قلت له لا يا دكتور وحضرت ما قلتش حاجة غلط بس هو خلاص الموضوع بقى يعني ان انت تتطرق لأمر بالمنطق وبالعاقل عادي جدا خلينا نوضح نقطة مهمة جدا احنا هنا بنتناولها من خلال برنامج ان احنا ضد اي خروج عن النص من اي حد ولكن للأسف فيه اكيد في كل فاق بعض بيخرج عن النص ما يجيش بقى الكابتن خالي الغندور يسيب النقد البناء او النقد الموضوعي والاصل احنا بنتشتم اركن فكرة احنا بنتشتم دي على جمع وتحديدا لما تيجي تلمح في بعض تلمحاتك وانت بتتكلم اصله هو عمل اغنية صهرة في صهرة الابتحان التمرين في اعتزال الكابتن سيد عبدالحفيز وتدخل الكابتن سيد عبدالحفيز دايما بين قسين شغلك جدا موضوع الكابتن سيد عبدالحفيز والنجاحات اللي بيحققها والبطولات اللي بياخدها النادي اللي قالي في وجود الكابتن سيد عبدالحفيز مدير الكرة كمان يرد عليك الدكتور او الخبير اللي زعلان ان هو بينتقد احنا قلنا ضد الشتيمة ويقول هو انا ليه بينتقد برغم ان انا ما قلتش حاجة احنا بقى دورنا يا احمد ان احنا نرد بشكل فيه جمهور يفهم القصة مشت ازاي وبالادلة اللي اول مرة يمكن تشوفوها عشان الموضوع ده اولا نرد من الجانب اللي كان فيه اساقة والجانب اللي كان فيه معلومات مغلوطة واعتقد دي فقرة يعني يمكن كابتن خالد غندور عمل حاجات كتيرة جدا اهلمان عندنا نتحفز عليها انا في رأيي ده اسوأ ما فعلوا منذ ظهوره عالشاشة لما نشوف الفيديو ده هنعرف ليه هو اسوأ ما فعلوا منذ ظهوره عالشاشة نطلع ونشوف الفيديو ما تمتش حالة محمد عبوهاب يا دكتور؟ بلاش الحتة دي لأ كان قابليها وقع في موتش اهل وزمالك اغمع ليه؟ وقع اكتر من ثلاث مرات وقع اغمع ليه وبعد كده برضه ما اكتشفوش يعني فيه ايه ما عندكش معلومة دكتور ها؟ لا عندك معلومة ايه محمد عبوهاب كان عنده ايه دكتور؟ محمد عبد الوهاب ده رحمة الله عليه اولا يعني كسرت الاقاويل في الحتة ايه السبب دكتور؟ موتش منتخب مصر والسنغال اغمع ليه مرة مرة كان فيه زمالك والاهلي زمالك والاهلي وقيل انه محمود محمود ضرب وكوع وده ما حصلش وتعادت كذا مرة صح انا فاكر اه اه اتقال كده اغمع ليه في التمرين الصبح اتقال لسه قبل دي قبل دي لسه هو كان جاي من اين؟ كان في امبي كان في امبي وكان راح الزفرة الاماراتي شوية في امبي برضو اغمع عليه مرة كان ماتش الاهلي فعلا؟ دول تلت مرات انا عندي الكلام ده ريكورد اه يعني تمام اه التلت مرات اللي وقحهم رحمة الله عليه هو عمره وممسك سدره اه كان دايما بيمسك دماغه اه وهي الكلام ده موجود على اليوتيوب اه طيب هل تم فحصه؟ مش معقولة لعيبي يغمع عليه فماتش اهلي وزي يغمع عليه فماتش اهلي وزي مالك ومع الكامل مع روحش عمله اه تشيك اوب كامل على جسمه قيل وقتها بقى اه انه يعني تلاحم المباريات والبطولات لم يسمح بهذا اه بس دقيق قيل اه اه اول اه مرة اتعمل ضغط او تركيز على هذا اللاعب راح وطلع عليه اه كان في حلقة في احد البرامج اه كان للأسف قلت انا يعني السبب في هذا الضغط يعني وانا اسف اللي بقولك ده يعني انا طبعا مش محسوب لقى على هنا ولا هنا بس يعني يا جماعة طيب بس الحد من المقربين جدا من الاهلوية العتاد يعني فاكر تاريخ وفاته ما تلاقيش حد يعرف كان تاريخ وفاته تاريخ وفاته اه اه لا كان 31 31 38 اه 31 38 كان يوم الخميس ساعة عشر صباحا عرفك يوميها كان صهران عشان كان بيغني اغنية اللي سيد عم حفيز اه في اعتزاله وصهل لغاية الصبح يعني هو ما بمش منوع اللي بيصهر مجهد وكان راح من هناك من هناك على التمرين على طول يعني احيانا بيكون فيه تعقيب على الكلام بتحاول تنطقي اكبر قدر من ضبط النفس وانت بتقوله احيانا كمان بتشوف صورة قدامك انت محتاج تركز في تفاصيلها لان التفاصيل هي اللي حتوريك المشهد عامل ازاي الدكتور اللي بدأ كلامه بسؤال من كابتن خالد فرد قال له مش عايزين نتكلم في الموضوع ده بعد كده على مدار الكلام قال له كل حاجة ريكوردد وانا كان فيه حلقة اول واحد ضغط عشان يتعامل فيه حلقة في الموضوع ده ومشكلة في الموضوع ده كان انا دي النواية الموضوع ما كانش مجرد سؤال عشوائي لا ده شيء محضر وشيء انا عامل حسابي ان ارد عليه بالتفصيل وشيء ما كانش بلاش نتكلم في الموضوع ده ده انا يمكن جاي اليوم ده اصلا لمجرد ان انا هتكلم في الموضوع ده ده الشيء الاول السيء الشيء الاقبح ان انت قلت معلومات مغلوطة علميا هنوضحها فيما يخص فحص اللاعب وفيما يخص ان النادي الاهلي من ايام اللاعب بقى ما كان قبلها في امبي وكده موقعش كشف طبي حنرد عليك وبالمستندات الشيء الاهم والتالت انك كمان اسقت الجمهور النادي الاهلي وده غير مقبول ومش من حقك ولا من حق اي حد لانك اطلقت حكم عام ودخلت في نواياه لما قلت في جملتك سألت واحد من الاهلوية العتاد يعني واحد اهلاو مهتم لقيته مش عارف تاريخ وفاة عبدالوهاب هنا كمان انت بتقول وجهات نظر مضللة تلت حاجات بيعكسوا ليه الضيف وليه مقدم البرنامج كانوا اصحاب غرض وغرض سيء جدا وقبيح لينا اقول لك بس ما ينفعش طبعا الله اعلم في كل شيء ما ينفعش يقول انا عندي معلومات مؤكدة ثم يقول احتمال يكون هو ده سبب الوفاة والله اعلم انت هنا اصلا نفيت نفسك على طول ونفيت ان انت عندك معلومات ده رقم واحد لكن النقطة مهمة جدا هي فكرة النسيان اللي فارس اتكلم فيها او النقطة التالتة اللي هو الاساء الجمهور النادي الاهلي انها بتنسى رحيل محمد عبدالوهاب واستنتب ده او بكلامك ده على شخص زميل ليك انت او صديق ليك شايفوا ان هو اهلاوه عتيد فبالتالي نسي خلينا اقول ان انت صادق في النقطة دي لان الموضوع ده مرتبط بقى بالكلام العلمي اللي لازم حضرتك تكون عارفه ومطلع عليه بفكرة ميكانيزمات الدفاع ورد جدا لما بيحصل لك صدمة في حياتك بيحصل عندك ميكانيزم مدفاعي اسمه القمع القمع ده ايه بيحاول ان هو ياخد الحدث او التاريخ ده لمنطقة اللاوعي بتاعتك عشان كل ما بتتذكر التاريخ ده بتكون الامور سيئة جدا فده اللي بيحصل من ميكانيزم الدفاع لكن الحقيقة انت برضو هيحصل عندك ميكانيزم دفاع بس بيحصل في الوعي وهو الازاحة بيكون عندك برضو تاريخ سيء بتحاول تنساه وانت واعي التاريخ ده كويس اعتقد تاريخ زي ده او اليوم زي ده هيكون تاريخ سيء زي تاريخ 27 نوفمبر يا كابتن خالد ما يكون بالنسبة لك تاريخ سيء وهتحاول تزيحه من حياتك لانه يسبب لك ايصار سلبية ونفسية كتير جدا ده كلام علمي خلاص نيجي بقى الفكرة هل بالفعل جماهير النادي الاهلي او مسئول النادي الاهلي او اعلام النادي الاهلي فعلا بينسى ذكرى رحيل محمد عبدالوهب كلام ده معانا بالصور دهنا الفحوصات الاول ناخد الفحوصات الاول ناخد الفحوصات الاول لان فيه جزيح ترتيبها ترتيب الصور والفحوصات الاول لانه هو قال النقطة ده سبقت يا اسامة انه هو نفع ان النادي الاهلي يكون عمل فحوصات على اللاعب وقال ان من ايام امي كان بيوع وده ما حصلش ان تم عمل تشيكة باع اللاعب وده اتهام بالتقصير تعالوا نشوف الخبر ده اللي بعد وفاة عبدالوهب بيوم في واحد سبتمبر 2006 كلام ان دكتور اهاب علي مصدوم ومتأثر ونروح بقى للفقرة اللي بتقول صرح بقى بايه دكتور اهاب علي اعتاد كل سنة النادي الاهلي اجراء فحوصات لللاعبين بالموجات الصوتية للتأكد من سلامة القلب والدورة الدموية واكد ان ما حدث غير مبرر يأتي في هذا الوقت الذي علنت فيه مفتشة الصحة بالدقي ان الوفاة جاءت على قسر ازمة قلبية حادة وهبوط مفاجئ في الدورة الدموية وده تصريح مش مرتبط بالنادي الاهلي او بالعاملين بالنادي الاهلي ده مفتشة وزارة الصحة بس يمكن دكتور اهاب كان بيقول كده لانه بينتمي للنادي الاهلي عندنا لا عندنا واحد بقى منتمي مش منتمي بس النادي الاهلي ده هو بيوصلنا في الاول يعني كاره النادي الاهلي ثم منتمي لأي نادي اخر فكان لو تحقيق بيتكلم فيه عن وقعة وفاة الكابتن محمد عبوهاب عشان نوضح الامور كانت بالتم ازاي نقدر نستعرض الرأي المنشور في المصري اليوم وتأكيد خضوع لعيب الاهلي للفحص الطبي قبل منديال الاندية مش لازم نذكر اللي كده من وجهة نظر هم عارفين وفيه شخص احد الاشخاص الكارهين للنادي الاهلي كان موجود في فترة من فترات هنا في النادي الاهلي ثم بقى اصبح دايما ينتقد النادي الاهلي ولكن ده بيؤكد ان النادي الاهلي كل اللاعبين خضعوا لفحص طبي اثبت سلامة جميع اللاعبين بمن فيهم محمد عبوهاب قبل بطولة كأس العالم للاندية وده اللي احنا بنتكلم فيه لعب سقط مع منتخب مصر في امم افريقيا امم افريقيا هي البطولة الاجبر للاتحاد الافريق كأس العالم للاندية وهي يعيها جيدا ويعلمها جيدا جمهير كرة القدم في النادي الاهلي لان البعض لم يتزوق الوصول لكأس العالم للاندية فاحنا عارفين ان كأس العالم للاندية بطولة مهمة جدا الفيفا بيغضع برضو للاندية المشاركة ان كل اللاعبين يتعامل عليهم فحص طبي اللاعب محمد عبوهاب الله رحمه شارك في كل البطولات فالس الدولية والاقلومية على مستوى الشباب على مستوى المنتخب العسكري على مستوى المنتخب الاول على مستوى حتى النادي الاهلي ومشاركته في كأس العالم للاندية فاعتقد كان بيتحمله فحصات بالضبط كتير جدا تان في اي شبهة بس احمد احنا هنفترض ان حتى لو ده تقرير كان من صحف مصرية او كده هنجي نقول ان ده مطلوب ملف طب بشامل للعاب الاهلي استعادها لمندل الاندية الحياة هل ده كان دلوقتي بس لا لو رجعنا قبل كده مجلة الاهلي وهي بتتكلم اسمح لقاطعك واردها لك عشان هنا انتقلنا لنقطة الذكرى وتاريخ الوفاء طبعا ده كان مجلة النادي الاهلي كأس الوفاء لروح نجم الوفاء وعندنا اصلا تصريح شهير او هتاف شهير البطولة يا شباب وحيات عبدالوهاب او روح عبدالوهاب البطولة يا شباب ربط دايما جماهير النادي الاهلي بفكرة وجود محمد عبدالوهاب وجود البطولة في النادي الاهلي كمان نستعرض الحسابات الرسمية لنادي الاهلي اللي على مدار ال 14 سنة كل سنة بيحصل دايما بزر هنا طبعا الموقع الرسمي او البيتش الرسمي لنادي الاهلي في 2016 وكان عامل شير وشوف الشير بقى فارس 25 الف لايج ده طبعا شير لكابتن محمد عبدالوهاب لم اجد الكلمات لوصف شخصية محمد عبدالوهاب افتقدك بشدة رحمة الله عليك كنت خير صديق عندنا طبعا الزكرة الثالثة عشر على رحيل لعبنا محمد عبدالوهاب لن ننساك طبعا كان فيديو اكتر من 6000 شير بنتكلم في اخر ونص مليون تقريبا اخر زكرة 13000 شير في 21 اغسطس الماضي لا يمكن اخلف وعدي مع النادي الاهلي اعتقد الامور واضحة يا فارس بشكل كبير جدا واعتقد احنا بياننا نواية الطبيب نواية الدكتور بياننا ليه كابتن خالد الغندور ده الاهم كمان الملفات الطبائية او الفحوصات الطبائية اللي اتعرض لها اللعب على مدار تاريخه بيوضح ان النادي الاهلي لم يقصر فيها شيء وان الامر ده خرج نتيجة صورة ازعاجة البعض واخيرا وهو الاهم يا احمد ان ابدا ابدا عمر جمهورنا ما نسي اصلا محمد عبدالوهاب عشان يحتاج يفتكره النادي الاهلي دونا عن اي نادي انا شخصيا شفته بيجيد تخليد رموزه بنشوف اي ذكرى وفاة لأي رمز واي ذكرى ميلاد لأي رمز بنشوف حالة احتفاء مش موجودة غير في النادي الاهلي واعتقد هو ده السبب للبعض اللي تحول لشيء مؤسف ان حد يكن المشاعر دي ويكون بالدرجة دي من السودوية ويرجع بعد كل ده يقول الجمهور غاضب ليه الجمهور غاضب لان النادي الاهلي مش هو اللي يتقال عليه كده النادي الاهلي مدرسة صعب جدا تفهمها او تنتمي اليها او تكون زيها